أما وضعية الجلوس على القدمين إخواني وأخواتي فمهم جدا أن نتحدث عليها وذلك لوجود جملة من الأخطاء فالإنسان إذا جلس بين المصلي إذا جلس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى هكذا لاحظوا كيف أني جلست الآن على باطني قدمي اليسرى ونصبت رجلي اليمنى هذا في الجلسة بين السجدتين كذلك في التشهد الأول في التشهد الأول هذه نفس الوضعية نفس الهيئة نفس الجلسة أفرش رجل اليسرى أجلس عليها ثم أنصب رجلي أو قدمي اليمنى بحيث أنني أمكن أصابع قدمية من الأرض عندي ما يسمى بمسألة التورك وهذه مسألة طبعا في التشهد الأخير في كل صلاة رباعية أو ثلاثية فيها تشهدان طبعا يكون هناك التورك التورك ما هو له أكثر من صفة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الأولى أنني أدخل قدمي وساقي اليسرى تحت ساقي رجلي اليمنى بهذه الطريقة لاحظتم هذه هي الصفة الأولى مع أن قدمي اليمنى منصوبة مستقبل بها القبلة بهذه الطريقة الصفة الثانية أنني أمد رجلي قدمي ثنتينهما بهذه الطريقة بحيث أنني أجعل ظاهر قدمي اليمنى على باطن قدمي اليسرى وهذه قد يحتاجها بعض الناس في صفة ثالثة جاءت في الصحيح وإن كان بعض العلماء يشذذ الرواية فيها وهي أن يجعل قدمه بين ساقه وفخذه اليمنى بهذه الطريقة لاحظتم كيف يجعل قدمه هذه فيها كلام لأهل العلم لكن الغالب على الناس الآن في هذه الطريقة أن يجعل أن يدخل قدمه وساقه اليسرى تحت ساقه اليمنى بهذه الطريقة بهذه الطريقة بارك الله فيه هذه سمى التورك وهو سنة سنة طبعا لمن استطاع بعض الناس ما يستطيع قد يكون مثلا سمين قد يكون عندها شاشة عظام قد يكون عندها مشاكل صحية أنا أتكلم على من هو قادر عليها ترجمة نانسي قنقر